اشتركوا في القناة بعد دقائق هيكون معانا على الهوى مباشرة علشان كلنا نشوفه ونستمتع بالحلقة الحلقة النهاردة هتبقى مميزة ان شاء الله بوجود ضيفي المعلقة الرياضي يوسف الصديق خليها بقى مفاجأة لما يوصل بألف سلامة علشان تشوفوا بنفسكم كمان انا عايزة اقول حاجة للناس اللي كلموني كتير جدا على صفحة البرنامج وعلى الجروب بتاعنا الاول بنوه ان صفحة البرنامج اللي هي سومة علي وبرنامج كل جديد على الفيسبوك احنا بنقبل كل الرسائل وبنقراها وبنشوفها وبنرد عليكم اي حد عايز يتواصل مع البرنامج اي حد حابب الظهور اهلا بيه اي حد حابب يعلق على اي حاجة في البرنامج احنا برضو بنقبل النقطة الحاجة التانية في جروب كل جديد الجروب اللي على الفيسبوك برضو جروبنا جروب كل جديد في الاشغال اليدوية والفن والديكور جروب كل جديد في الاشغال اليدوية والفن والديكور طبعا اللينك بتاع الجروب ده هينزل على الشاشة هو معنا على الشاشة هو اسم الصفحة ده عشان التواصل عايزة كمان أقول لكم على حاجة مهمة جدا أنا نزلت لكم على الجروب أني هبتدي أعمل دعاية وإعلان لكل الناس اللي هم فنانين الهند ميد أنا عارفة أني فيه ناس كتير نفسها الصفحة بتاعتها تكبر نفسها الجروب بتاعها يكبر نفسها تشتغل وتسوق وتظهر للنور سواء بقى اللي عنده صفحة سواء اللي عنده جروب سواء اللي عنده قناة على اليوتيوب النهاردة إن شاء الله أنا بستحب أن أنا أنوه وقال لكم إن شاء الله النهاردة بعد الحلقة هنعمل live من الجروب كل جديد وهقول فيه مجموعة من الفنانين هقول اسم الصفحة بتاعتهم هقول اسم الجروب هقول اسم القناة علشان كلنا ندعم بعض واللي عايز يكبر القناة بتاعته اللي عايز يكبر الصفحة اللي عايز يكبر الجروب والناس تشتغل أكتر أنا بقول لكم لازم تدعموا بعض لازم تكبروا بعض ببعض لأنه أنتوا عارفين إن فيه ناس كتير جداً بتشتغل على الهند ميد والأشغال اليدوية ده بيبقى مصدر رزقها فأنا بس حاب أقول للناس إن أنا في اللايف وهقول أسماء وهقول الناس كل الناس اللي بعاتتلي رسائل كلها هتكلم عنها بس مش هينفع كل ده في يوم واحد إحنا هنخصص كده كل يعني في الأسبوع حتى نعمل اتنين يعني بس مباشر ونتكلم عن الحاجات دي عشان تكبر طبعاً فيه ناس بتقول أنت مردتش لأ أنا برد على كل الناس بس الرسائل كتيرة جداً جداً وأنا طبعاً مش هقدر رد عليها في وقت واحد يعني أنا بقى اليومين برد على الرسائل بتاعتك وطبعاً أنا مهتمة بالموضوع ده وإن شاء الله هفضل مستنية كل اللي بعتلي رسائل وهرد عليها وهعلن لكم عن الصفحات بتاعك والجربات والقنوات إحنا دلوقتي في انتظار ضفنا يوسف الصديق عشان الحلقة بتاعتنا نبتديها معاه وإن شاء الله برضو يوصل بالسلام إحنا في انتظاره أنا طبعاً شفت له حلقات قبل كده وشفت له وجهات عملها بصراحة هو ممتاز بيقلد مشاهير المعلقين في الكورة ونشرات الأخبار وطلوة القرآن إن شاء الله ربنا يوفقه ويوصل بالف سلامة وانتابع الحلقة بتاعته أنا بس بنوه نيكو عشان أنتو أنا عارفة أن أنتو مستنين أن أنتو مستنين الحلقة دي النهاردة وناس كتير مستنينه هو خلاص على وصول كمان عايزة أقول حاجة تاني بالنسبة للفنانين بتوع الهند ميد الحقيقة أنا نفسي أقول حاجة أو أقول رسالة للناس اللي صفحتها كبيرة والجوربات بتاعتها كبيرة شفت كذا فيديو كده على اليوتيوب مبارح بصراحة ومبسوطة جداً من الناس اللي بتحاول تكبر الناس الصغيرة وتدعمها علشان الكل يشتغل في ناس جماعة مصدر داخلهم هو الشغل اللي من البيت الهند ميد سواء بقى إذا كان كوريشي إذا كان تريكو إذا كان نحت ديكوباج خرص تطريز حاجات كثيرة جداً من الأشغال اليدوية طبعاً يعني أنا عشان أنا من محبي الهند ميد وأنا بشتغل أنا كمان هند ميد وبحبه جداً وعارفة أن فيه الناس ده شغلها اللي بتعتمد عليه حياتها الأساسية فأنا رجاء رجاء مني ليكم أصحاب الجربات الكبيرة والصفحات يدعموا الناس اللي لسه جرباتها صغيرة ويحاولوا يكبروهم عشان الكل يشتغل إحنا دلوقتي في انتظار يوسف الصديق هو على وصول هناخد فاصل صغير ونرجع لكم تاني رجاءنا مرة تاني بعد الفاصل وإحنا كنا في انتظار طبعاً المعلق الرياضي يوسف الصديق بس أنا مش عارفها بصراحة هو دلوقتي معنا على الهاتف لأنه هو أتأخر يعني فيه ظروف حصائط له ما عارفش ييجي بس هو دلوقتي معنا على الهاتف تفضل ألو 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 أهي يوسف سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بذلك الله يسلمك إحنا عايزينك بقى ندخل في الموضوع عشان إحنا الوقت راح مننا عايزين الناس اللي مستنيينك يسمعوا حاجة كده من أنا داخل على طول أستمعوا عايزينك تقلد لنا حد من المعلقين المشاهير تمام تمام حاضر ممكن فهد الاعتباء في البداية طب اتفضل اتفضل صوت واضح آه طبعا الصوت واضح اتفضل كبيرا تعود ده مرة ثانية وقرأ لمصلحة عسينتو لمس رعي عمينا سنتو ماركو لمس الجميلة ماركو عرضية إلى توني ورونالدو يا إلهي برنجي جميل هادف ثالث الريال يالا هم اللعبة يالا هم الكورة يالا هم الكورة متعة إيش هذا الدلال يا ريال ريال مدريد يضع البسمة الأولى عن طريق القدم اليسرى هذه الأقطة تبلك يا كريسيانو كلب الصغير لا يتحمل والشباك لا تتحمل إيش هذا الدلال يا كريسيانو ده المعلق أستاذ يوسف أستاذ يوسف شكرا لحضرتك والوقت بتاعنا انتهى وإن شاء الله يبقى لنا لقاء تاني بإذن الله قريب معاك أستاذ المشاهدين يستمتعوا بتقليد النشرات الأخبار والمعلقين الرياضيين وإلى اللقاء في حلقة قادمة شكرا للمشاهدة